اسمي روس ماكليكان ومعروف أيضا باسم كريم وهو الاسم الذي اخترته لنفسي تعود نشأة الدينية إلى ذهابي في الصغر إلى مدرسة الكنيسة الإنجليزية وما فيها من تعلم للقيم المسيحية وبالرغم من ذلك فأنا لم أكن مسيحيا فقد نشأت على الفطرة وقد التحقت وأنا طفل صغير بفريق الكشافة التي تأثرت كثيرا بالمسيحية لا شيء يجعلني أتساءل عن تراثي المسيحي لأني لم أكن أبدا مسيحيا ويعود الفضل لأبي في أن أعطنق الدين يجب أن لا يتم بالطلقين فهو قطفل كان يكره الطلقين داخل محيط أسرته حيث كان جميع أفراد أسرته كاثوليك ولكنه اعتنق المذهب البروتستانتي ومن خلال تجربته التي مر بها فقد أتاح لنا حرية اتخاذ القرار وأيضا حرية الاختيار رغم التحق منذ الصغر بالكشافة والذهاب إلى كنيسة المدرسة الإنجليزية فتأثرت بما في المسيحية من المبادئ والممارسات التي تتعلق بالمعاملة الطيبة للجيران وبما جاء في تعاليم المسيح عليه السلام في مثل هذه الشؤون لكني لم أعتنق المسيحية أبدا كدين ولم أتبع تعاليم الكنيسة أبدا ومن ثم كنت عند الذهاب إلى الكنيسة في بضع مناسبات ضمن فريق الكشافة أصاب بالملل الشديد ولم أشارك أو أتأثر مطلقا وكنت في قرارة نفسي أؤمن أن المسيح عليه السلام ما هو إلا نبي وفكرة أنه ابن إله أو هو نفسه إله كما جاء في الثالوث المقدس أو في عالم اللاهود فإن هذه الأفكار لم ترتقي إلى رأسي حتى تشغل تفكيري أبدا إنما شد انتباهي إلى الإسلام هم الناس الذين قابلتهم فكانت فكرة عن الإسلام صفحة بيضاء مرتبط في أذهان الناس إذا ما سمعوا كلمة الإسلام هو أحداث الحادي عشر من ستمبر والتي لم يكن لدي عنها أي انطباع مطلقا وكان أول شخص ترك في نفسي انطباعا عن الإسلام هو رجل يدعى أحمد اقتربت منه كي أبعث فيه الأمل بأن ما زال هناك أناس طيبون في هذا العالم وإلا إن ذلك أتى بنتائج عكسية على نفسي لأني حين اقتربت منه في مدجر لبيع أجهزة الهواتف المحمولة سألني إذا ما كنت في حاجة إلى مساعدة معتقدا أني أريد شراء جهاز ولكني سألته عما يقرأ فأجابني أنه يقرأ في كتاب ديني ثم عاد واستمر في القراءة وتوقع مني أظل باقيا ولكني بدرت بالقول هل يمكنني أن أستمع إليك؟ ليس لأني أريد أن أسمع ولكنها محاولة مني بأن أعيره اهتماما ليس أكثر من ذلك ومن ثم قال نعم إنه كتاب عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهل سمعت عنه من قبل؟ فأجبته بالنفي ثم تحدث عن النبي محمد في نبزة مختصرة بأنه نبي الإسلام كما يعتقد المسيحيون بالنبي المسيح عيسى عليه السلام قلت نعم نعم ثم سألني ما إذا كان لدي وقت وكان لدي وقت فراغ في هذه اللحظة ومن ثم ركبت معه الحافلة إلى مكان يسمى هايفيلد في مقطعة ليستر بعدها اشترى لي مصحفا وقد صدمت حين علمت بأن ثمنه 15 جنيها استرلينيا فهذا رقم كبير فهو لا يعرفني إذا ما كنت جادا أو إن كنت أملك ثمن المصحف وهو على ما يبدو فقير لديه أسرة وذلك ما جعلني بنية صادقة أن أقرأ ذلك الكتاب ليس إلا تقديرا له وقبل أن ندخل إلى المدجر الإسلامي فقد استحبني إلى مدجر صغير واشترى لي علبة من الحليب وقدم لي طعاما كان يجب أن أرفض ولكني شعرت بالارتباك بسبب كرمه تذكرت عبور الطريق إلى المدجر الإسلامي وقلت في نفسي لو أن كل منا عمل الآخر بهذه الطريقة التي يتعامل بها هذا الرجل لجميعنا دخل الجنة المهم أنه اشترى للمصحف ثم في نهاية الرحلة ذهبنا إلى المسجد وكان قبله هناك مكان مهجور وكان أكبر وأعلى منه ما شد انتباهي أنه كان مملؤ بأناس يختلفون في جنسياتهم وألوانهم وأجناسهم فجميعهم تحت صقف واحد وكان ذلك يتوافق مع فكرة الطبيعية عن التوحيد والوحدة التي كانت مسألتين مثيرتين أحملهما بداخلي وحتى قبل اعتناق الإسلام فقد كنت أقره فكرة التمييز وجدت في الإسلام المواضيع التي تعالج هذا وبعد الإسلام موضوعات عديدة شيقة فركزت على اللغة وكان لدي موهبة في تعلم اللغات المختلفة منذ صغري حتى أن المدرسة أعلمت والدتي بهذه الموهبة ثم أصبحت أتعلم اللغة العربية واستمتعت بها كثيرا من خلال لغة الأم للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية وأيضا أحببت التاريخ الإسلامي لأن الناس يقولون أنه يجب عليك أن تتبع هذه الطائفة عن طائفة أخرى أو أن تكون في طائفة دون أخرى فأنا لا أهتم بتقسيم الناس لذلك أردت أن أستخدم حائط صد منيع ضد هؤلاء الناس ومن هنا جاءت فكرتي لدراسة التاريخ الإسلامي لتطويري وتنمية معرفتي وضرايتي لكافة الجماعات والطوائف المختلفة مثل جماعات وطوائف الماغول والجماعات الأخرى فعلي أن أعلم من أين أتت هذه الجماعات عتنقت الإسلام في السادس عشر من يوليو عام 2005 مباشرة عقب صلاة العشاء كنت قد دخلت المسجد فقط بنية مشاهدة المصلين وهم يؤدون الصلاة لكن الإمام وجميع المصلين بعد أن فرغوا من الصلاة جاءوا إلي فشعرت في نفسي وكأن اليسوع المسيح بسبب ترحيبهم الشديد بي فلم ينظر أحد منهم إلى لوني فلم أشعر بأي نوع من الفرقة أو التمييز سألني الإمام عن نفسي وقال هل تود أن تعرف شيئا عن الإسلام فشعرت بالراحة وقلت له ولما لا وأخذ يشرح في عجالة وشرح أركان الإسلام الخمس وما أن انتهى من شرح الركن الأخير حتى سألني هل أنت مستعد لاعتناق الإسلام فأجبته نعم دون أي تفكير دون أي تفكير ومجرد أن قلت ذلك شعرت بأنني سأفعل مثل ما هم يفعلون تماما ثم تل الإمام الشهادة ثم تلوت معه الشهادة شعرت بشيء داخلي لم أشعر به من قبل ولم أستطع وصفه وحين تلوت آخر مقطع من الشهادة شعرت بثقل كبير وبشيء من القلق وفقدان للوعي قد لا أفعله لو أنني تعطيت شيء من المخدرات وشعرت وكأني علمت أن الله موجود فقد كنت دائما أعرف أن الله موجود قبل أن أتبع أي دين لكني أيقنت الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا